بسم الله الرحمن الرحيم مستر هاني عبدالله يرحب بكم عزائي طلبات وطالبات الصف الاول الثانوي ومع درس جديد بعنوان ادنج ان سابتراكتنج ماتريسيز طيب احنا هناخد الاول اللي هو الكونديشن الاهم بالنسبالي ازاي اعمل الادنج وازاي اعمل هل ممكن يحدث ده او لا? تعالوا نشوف مع بعض. لازم اه يكون زي بعض. يعني زي بعض. يعني مسلا لما جيب لك زي ايه? بفيها طبعا الاردر هنا كام? يبقى يبقى هنا الاردر بتاع الماتريكس ايه? طب والاردر بتاع الماتريكس بي? وان تو سري. ملتبلاي تو. يبقى انا كده لما اجي اعمل اه بلاس اللي هو ادنج او بين الاي والبي ينفع ولا لا? ينفع. يبقى بتاعي ان الاردر هنا يكون زي الاردر هنا. لو حصل اختلاف يبقى لا. يبقى طيب. تعالوا نشوف الاردر بتاع الماتريكس سي. الماتريكس سي هنا كام? هاو ميني? اه اتفقنا مع بعض عايز اجيب الماتريكس بي. بلاس الماتريكس سي. هل ده ممكن ولا لا? طبعا فيه اختلاف هنا في الاردر. طبعا ما فيه اختلاف الاردر اتفقنا مش هينفع. عشان كده انا كاتب ايه? يبقى ليه? السبب ايه بتاعي? ان الاردر هنا كان سري بالنسبة للبي. وكانت بالنسبة للسي حصل في الاردر فما ينفعش الموضوع ده. طيب لو انا اخترت الاي مع البي سواء بينهم اه بلاس اللي هو او بينهم ماينوس اللي هي سابت راكتنج ينفع ولا لا? حينفع طبعا. السبب ان الاردر هنا سري ملت بلاي تو وهنا برضو نفس الكلام يعني سيم اردر. تمام? علشان كده لما قلت ايه ماينوس بيه حطيت الماتريكس ايه هنا? وحطيت الماتريكس بيه هنا وعملت بقى بينهم ماينوس. طيب يبقى احنا كده اتفقنا ان هنا حينفع. ولو كان فيه اد اللي هي برضو ينفع. لان الاردر زي بعض. طب دلوقت احنا عايزين نعمل ايه بقى مع بعض? عايزين ننفذ اللي هي العملية مع بعض. نشوف ازاي. كل المنت اللي زيه في الناحية التانية. يعني ايه? تابع معي. لو قلت هنا هيبقى نيجاتيب نيجاتيب وان. اتفقنا ان يعني يعني وكايني بقول ان اللي هي تطلع كم? تطلع تمام? اللي بعده نيجاتيب نيجاتيب نيجاتيب. برضو نيجاتيب نيجاتيب هنا بوستيب. يبقى وكايني بقول لك نيجاتيب تو بوستيب تو طبعا ده هيجيب لي الريزلت كم? طيب هنا ثري نيجاتيب فايف. الانسر هيكون نيجاتيب تو. طيب الفايف نيجاتيب وان هيجيب لي كم? هيجيب لي فور. تمام? طب فور نيجاتيب ثري. هيجيب لي كم? طيب هايبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض ازاي ممكن اعمل المينس اللي هو وممكن اعمل لما يكون الاردر زي الاردر تمام وكل مع مين ما تنسوش مع نشوف اللي بعد كده طبعا هنا في اه المفروض ان احنا بقى بنحل السؤال ده مع بعض فتعالوا نشوف كده بيتحل ازاي انا عندي هنا عبارة عن وعندي طبعا الاردر هنا بالنسبة لي هيكون خليك فاكر ان الاردر ده بالنسبة لي مهم جدا طب والبي هنا عبارة عن يعني برضو اللي هو الاردر بتاعي طب لما الاردر زي بعض يبقى انا كده من حق اعمل او مينس زي ما انا عايز والدنيا ايه مفهش فيها ايه بروبلم خالص طيب هنا بيفكرني بايه انا عايز الايه بلاس البي باوروف تي باوروف تي قلناها قبل كده في درسة قبل كده لو تبتكروا معايا كانت عبارة عن ايه كان عبارة عن يعني ايه كنا بنقول يعني ايه يعني بنخلي الصف عمود ده مع مين خليك فيها معايا مع اللي هو البي باوروف تي طيب يلا نحل مع بعض يبقى هنعمل هنا بالنسبة للماتريكس ايه بتتحط زي ما هي ما فيش فيها اي مشكلة يبقى هنا الماتريكس ايه عندي اللي هي فايف ونيجاتف تو وثري وفور البي باوروف تي اتفاقنا ان احنا هنعمل ما بين الرو والكولمون يلا نعمل مع بعض يعني ايه يعني هنبدل الصف ده بعمود يعني الصف اللي احنا شايفينه ده فور ونيجاتف سري هيبقى عمود زي ما احنا شايفين كده فور ونيجاتف سري نفس الحكاية السكند رو هيبقى سكند كولمون النيجاتف وان وقيت هيبقى هون نيجاتف وان وقيت يلا بقى طريقة اللي هي بتبقى ازاي كل مع الكروز بوندنج اللي زيه في الناحية التانية يلا نشوف سوا طبعا سهل خالص يبقى هنا ايه ناين طيب نيجاتف وان وهنا بلاس نيجاتف نيجاتف تو اسف بلاس نيجاتف وان يعني نيجاتف تو نيجاتف وان اللي هي نيجاتف سري تمام عندي سري بلاس نيجاتف سري يعني وكاين بقولك سري نيجاتف سري طبعا الانصر هيكون زيرو طيب فور بلاس الايد هيبقى كام تولد وهو ده الايه الانصر بتاعنا يبقى سهل الموضوع ولا صعب سهل خالص اهم حاجة في الحكاية كلها ان الاردر يكون زي الاردر الكلام ده بينفع في الادنج وبينفع كمان في في السبت راكتين تمام طيب ممكن بقى يجيب لك سؤال يعني يعني يدخل لك فيها بقى ولما اقول كلمة يبقى اكيد هيحصل ايه هيحصل وحيجيب من وحيطلب منك اه تحسب اللي هو ايه بتاع كل تعالوا نشوف مع بعض اللي معايا او الاكزامبل معايا كان هنا سري اللي هما الاي والبي والسي طيب زاد يعني اللي بيحقق لي الاكواجن ديت طبعا يعني ايه كلمة الاكواجن دايما بتبقى عبارة عن اللي هو بينهم اكوالز تمام كده طيب اه اللي هو عبارة عن سري وعندي ماتريكس اي بي وسي وسري وعندي في الناحية التانية تو وماتريكس اي وسيكس ونيجاتف وان وسري تمام كده طيب هو هنا طبعا ديت ايه مش معايا اللي هي الاكوال دي مش معايا هي كده فحنحل المسألة ديت ايه مع بعض طيب نحلها ازاي احنا خدنا قبل كده الملتبلاي لما يكون في ريال نمبر في ماتريكس كنا بنقول ايه ان النمبر ده بيعمل في كل في الماتريكس يلا نشوف مع بعض يعني هنا هنقول سري طايمز ايه اللي هو سري ايه طب وسري طايمز بي اللي هي سري بي سري طايمز سي اللي هي كام سري سي جميل طب وسري طايمز سري حيبقى كام نين يبقى انا كده عملت الليفت هندسايد ان الريال نمبر اللي هو سري طايمز في كل ال في الماتريكس اللي قدامي يبقى انا كده جبت الليفت هندسايد جميل خلاص طيب ويست طبعي هنتسبع ماتريكس day two dado htb هتبقى كل Idea في الماتريكس دي. يلا ننشوف مع بعض. هيبقى 2A. طب عبارة عن ادنج. يلا نشوفهم مع بعض. اخدناها ازاي? قلنا ان ايه بلاس الفور. اه يعني ايه بلاس الفور هتبقى ايه مع مين? ايوه مع السري ايه اللي هي بالنسبة لك هنا يبقى السري ايه عبارة عن ايه بلاس الفور. ودي بالنسبة لك ممكن منها تجيب بتاع الايه? طب بتجيبه ازاي? طبعا هتجيب اللي هو ايه الاناظر سايد بديفرانت ساين هيبقى ثري ايه مينس الطو ايه طبعا هيبقى ايه اللي هي ايه? ايه? يبقى انا كده جبت مين? جبت الباليو بتاع الايه وده اول كان عني. علشان اجيب البي تابع معايا. هنقول ايه? هنقول السري بي اللي هنا? ايكوالز في الناحية التانية شيبقى ليها ايه بتلاس اه؟ ايه ايه اتوالب بلاس البي بلاس الفور طب ما انا عندي كده سكستين صح? يبقى هنا في سكستين في الناحية دي. ايكوالز. virginia هتروح الناحية التانية هتروح بالايه? بالنجاتيب. فهيبقى سري بي يعني تو بي. تو بي. جميل كده? طيب علشان اجيب بتاع البي الوحدها هعمل ديفايد تو في تو سايد. يعني ما اعمل ديفايد تو هنا يبقى بي بس. لما اعمل سكستين ديفايد تو هيبقى الانسر ايت. يبقى انا كده جبت البي وكده اللي هو البي خلاص. يلا نجيب السي بنفس الفكرة. تابع معي عشان اجيب السي. يبقى هجيبه منين? اجيبه من هنا. ايوة. يبقى انا عنده هاو. السري سي اهو. زي مين? اللي زيها اللي هو اللي احنا اتفقنا عليه. هيبقى نيجاتيب تو بلاس السي بلاس السري. اهو. نيجاتيب تو اهد. تمام? بلاس مين? السي بلاس السري. طب انا عايز اجيب السي من هنا. نجيبها ازاي? تابع معايا. طبعا السي ديت بالبوستف لو رحت الناحية التانية بتروح بالنيجاتيب. فهيبقى سري سي نيجاتيب سي يبقى تو سي. طيب ونيجاتيب تو بلاس السري اللي هي انسرز كام انسرز وان. طبعا هتعمل ديفايد تو في التو سايدز لعمات ديفايد تو هنا وهنا. طبعا ده هيروح مع بعض. هيبقى هيبقى السي هتبقى انسر هاو. اللي هي. اللي موجودة قدامنا. تمام كده? يبقى الاكزامبلز سهل. وتعلمنا مع بعض ان شاء الله. اه كنا عايزين نروح بقى الحاجة تانية خالص. الحاجة التانية ديت عبارة عن ايه? عبارة عن مالتيبلاينج. ماتريسيز. هنتابع مع بعض اه درس اه مهم جدا مالتيبلاينج ماتريسيز. وقبل ما نقول مالتيبلاينج ماتريسيز. كنا عايزين نفتكر مع بعض حاجة قلناها قبل كده. لما بيكون في ريال نمبر. سي مسلا تو. وفي ماتريكس زي وان وفايف ونيجاتيب سيفن وتن. ايه الموضوع? الموضوع ان ده التو ديت عبارة عن ريال نمبر. وده عبارة عن ماتريكس. وانا بعمل او مالتيبلاينج. فكنا بنقولها ازاي? كنا بنقولها ان الريال نمبر. او موجود فين? في الماتريكس. يلا مع بعض. حيبقى هنا تو. وتو طايمز فايف حيبقى تن. تو طايمز نيجاتيب سيفن حيبقى نيجاتيب فورتين. تو طايمز تن حيبقى تويني. يبقى احنا كده تعلمنا ايه? اتعلمنا لما يكون في ريال نمبر. عاوز تقول لنا ايه دلوقتي? عاوز اقول لما يكون في ماتريكس. تابع بقى معي عشان الموضوع هنا مهم شوية. طبعا اه انا كاتب هنا حاجات عاوزين نفهم المقصود بها ايه? انا كاتب هنا ان الايه? اللي هي وكاتب ام مالتيبلاي ان. الام ده خليك فاكر ان الام مالتيبلاي ان ده على بعضه بنسمي الاردر. ولما بنقول ام مالتيبلاي ان? الام ده المقصود بي اللي هو نمبر اف رو عدد الصفوف. طب والان ده اللي هو ايه? المقصود بي نمبر اف كلمن اللي هي عدد الاعمدة. تمام? مالتيبلاي اللي احنا هنسميها بي. وكاتب هنا ايه? كاتب ان مالتيبلاي ال. لاحظ معايا لما يكون هنا زي هنا. يبقى الموضوع هيبقى بوسيبول. طب هتقول لي مين هنا ومين هنا? احنا قلنا اللي ان هنا عبارة عن مين? عبارة عن عدد الكولمن في الفيرست ماتريكس. طب والان هنا كانت هي مين? عدد الرو في السكند ماتريكس. طبعا هتبنفي الامثلة بعد شوية. بس عشان نلخص ونبسط الامور. هنقول لما يكونوا دول زي بعض. يبقى الموضوع بوسيبول. وحيطلع ماتريكس جديدة. هتكون الاردر بتاعتها عبارة عن الام مالتيبلاي الال. يعني هنا هيكون بوسيبول ولا ان بوسيبول? هيكون هنا بوسيبول. السبب ايه? بقول اهو. علشان عدد الاعمدة اللي في الاولانية كان بيساوي عدد الصفوف اللي في التانية. طيب. لو اختلف الامر هنا وهنا طبعا اختلف. اختلف العدد. يبقى هنا هنقول ايه? هنقول ايم بوسيبول. طبعا الموضوع ده عشان تفهمه كويس لازم اكزامبز على طول. فده يلا ندخل في الموضوع. في اكزامبل هاو قدامنا هنشوف بقى ازا كان ده هيبقى بوسيبول ولا ايم بوسيبول. تمام? ولو بوسيبول طبعا هنحل. الاول الماتريكس ايه اللي انتو شايفينها مع بعض? ده عبارة عن تو وان تري نيجاتيف وان وزيرو وفور. لو سألتك السؤال التقليدي الاردر بتاعنا هنا كم? هتقول وان تو سري. يبقى سري تايمز. ده بالنسبة للرو. طب والكولمن وان تو. يبقى هنا عارفنا ان الاردر سري ملتبلاي تو. طب والاردر هنا عبارة عن ايه? وان تو. ملتبلاي وان تو. طيب لما تيجي بقى تقول لي اه انا يهمني دول اجماعة يهمنوا دول. دول لو زي بعض حيبقى بوسيبول حينفع. ونكمل حل. لو اختلفوا يبقى وما ينفعش اكمل حل. احنا لقينا ايه? لقينا الموضوع نفعه زي بعض. فبيروحوا كده سوا. هيبقى هنا بوسيبول. يبقى يبقى حينفع عامل ملتبلاي? اه حينفع. طب ولما حينفع حيبقى فيه ماتريكس جديدة اللي هي في الريزلت بتاعتي. الاردر بتاعها هيكون ايه? هيكون اللي احنا شايفينه ده. هيكون سري ملتبلاي تو. يعني الجديدة خليك ان هي هتبقى سري ملتبلاي تو. طيب عاوزين بقى نحلها بشويش كده مع بعض. عشان ايه? اه نعرفها وما نتلخبطش بعد كده وتبقى الامور سهلة بازن الله. طيب. احنا هنكتبهم زي ما هم كده. ادي الماتريكس ايه? عبارة عن التوم وهنا وان. وهنا ثري نيجاتيب وان. وهنا الزيرو والفور. ده الفيرست ماتريكس اللي هي بالنسبة لك الايه? طيب. السكن دي ماتريكس اللي هي البي هتكون عبارة عن النيجاتيب وان. والتو. والزيرو. والنيجاتيب سري. طيب. انا هعمل حاجة بالنسبة لي هي هتكون الايه? يعني اللوحة الارشادية اللي هتوصلني لبر الامان. ايه هي الحاجة دي ايه? هعمل الساهمين دول? والساهمين دول خلي بالك بيوضحوا جدا ازاي طريقك للحل لما يكون في ماتريس هتقول لي وضحها. حاضر. ركز بقى معي. شايف الفيرست رو الصف الاولاني ده? حضرتك هتمشي مع الاسهم بمعنى ان الصف الاولاني ده? اول حاجة هيعمل العمود ده. طب خلصوا. يكمل مع العمود التاني. طب ازاي? يلا نشوف مع بعض. يبقى احنا عشان تبقى فاهم اللي انا هعمله. حاول الفيرست رو ده. الفيرست كولمن ده. ماشي مع الاسهمة هو وكاينها لوحة ارشادية. فيلا مع بعض. هيبقى حكتبها احسن علشان ايه? ما يحصلش ايه الاخبطة. بلاس الون. ملتبلاي مين? ملتبلاي الزيرو. طيب. خلصت الجزء ده? اه خلصت الجزء ده. بعد كده هنعمل ايه? نفس الفيرست رو ده. نفس الصف الاولاني ده. طيب زي مين? اللي هو الناحية التانية. يعني ماشي مع الاسهم زي ما اتفقنا. يعني هيبقى هنا. مين? اهو. كل ما تتلقبها تيمشي مع الاسهم كده هتلاقي نفسك افتكرت. مين? ملتبلاي التو. ها? الون? طبعا باشارته اللي هي البوزيتف. ملتبلاي مين? اهو. ملتبلاي مين? ملتبلاي نيجاتيب سري. اللي انا عملته في الاول هعمل زيه بقى في اللي بعدين. يلا. يعني المفروض بقى اللي عليه الدور مين? اللي عليه الدور السكن دروس. صف التاني ده. هيبقى بنفس اللي ايه? كل ما تتلقبها تمشي مع الاسهم وانت ايه تزبط. يلا يبقى هنا ثري. طايمز مين? طايمز نيجاتيب وان. بعد كده نيجاتيب وان. طايمز مين? اهو. ثري. طايمز نيجاتيب وان. وبعدين اه النيجاتيب وان. طايمز مين? طايمز الزيرو. طيب خلصنا الصف ده. مع العمود ده صح? نفسه مع مين? مع التاني بقى. كده. يبقى ثري. طايمز الثو. وبعد كده. خلاص. يبقى نيجاتيب وان. طايمز مين? طايمز النيجاتيب سري. النيجاتيب وان. طايمز. النيجاتيب سري. خلصنا. نروح لللي عليه الدور. اللي عليه الدور هو مين? اللاست. اللاست رو. اللي هو الزيرو والفور ده. يبقى زيرو. كل ما تتلقبها تمشي مع الاسهم. هتلاقي نفسك زبط الدنيا. يبقى زيرو معه. يبقى زيرو. طايمز النيجاتيب وان. بعد كده ايه? الفور طايمز الزيرو. انا. نفسه مع مين? مع اخر واحد بقى اللي هناك. يلا. يبقى زيرو طايمز الثو. وبعد كده الفور طايمز مين? النيجاتيب سري. الفور طايمز نيجاتيب سري. طيب. تعالى بقى ايه? نقول الحل بسرعة مع بعض كده. طبعا اللي بيبقى في زيرو ده بيروح اهو مع بعض كده على طول. اي حاجة فيها زيرو. هنا فيها زيرو على طول. يلا نزبط الريزلت بتاعنا. لما قلت طايمز نيجاتيب وان يبقى هنا في نيجاتيب تو. طيب. هنا في كده فور. وان من مينس سري مينس سري. يبقى ماينس سري. اللي هي وان. ما فيش مشكلة لو حبيت تستخدم الكالكولاتور يعني عادي. سري ملتبلاي نيجاتيب وان. اللي هي سري ملتبلاي تو اللي هي سيكس. آآ ماين ملتبلاي نيجاتيف سري. اللي هي سري. يبقى سيكس. ومعك سري يبقى نين. طبعا كله هنا جاب زيرو. وده برضو يجيب زيرو خليك معي. لان زيرو في اي حاجة بزيرو. يبقى هو ده الايه? الريزلت بتاعنا. تعال نشوفه مع بعض. هتلاقيه? هتلاقيه موجود. خلاص. يبقى احنا كده ايه? اه سليوش انا هو موجود. زي ما احنا حلناه بالزبط. تمام? تمام. المفروض ان حضرتك بقى بتحل ده لوحدك. تعال نحله مع بعض نساعدك فيه. ونشوفه بيتحل ازاي? علشان برضو تأكد معلومة معي. طبعا هنا واضح جدا زي الوردر. هنا هنا فالدنيا هتبقى سهلة وبسيطة. فيلا نحل بقى ايه? على طول. الايه اللي هو كام هنا? تو سري. وون وزيرو. طيب ده ده ايه الفيرست ماتريكس? السكند ماتريكس عندي فايف وزيرو. وعندي تو وان. اتفقتي معاك اللوحة الارشادية بتاعتي اوعى تنساها. عشان دي بالنسبة لي اهم حاجة. اللي هو الاسهم دي. كل ما تتلخبط تبص عليها تلاقي الدنيا زبطت معك. يلا. حنقول ايه? حنقول التو ملتبلاي الفايف. خلاص بقى فهمنا اللي بيحصل. وعندك هنا سري ملتبلاي تو. ايوة سري ملتبلاي تو. طيب. نفس الفيرست رو ده في التاني. هيبقى تو تايمز الزيرو. وحيبقى ثري. تايمز الوان. طيب اللي بعده هيبقى الوان تايمز الفايف. وحيبقى الزيرو تايمز الثوم. الوان تايمز الزيرو. والزيرو تايمز الوان. يلا نجيب الانسر. طبعا كده تن. وسي باي تو كده سكس. تن بلاس سكس يعني سكستين. قلت لك ما فيش اي لو استخدمت الكالكوليتور. طب هنا زيرو خلاص وهنا تري باي وان اللي هي تري. هنا زيرو برضو. وهنا يبقى وان باي فايف اللي هي ايه? هنا زيرو زيرو. هنا في زيرو. تمام كده? ان شاء الله تكونوا فهمتم معي الجزء ده. معي الاكزامبل ده مهم جدا. يلا نشوفه مع بعض. عند اكزامبل هنا ايه? ازا ماتريكس اكوالز طبعا علشان آآ آآ قابل حتى ما تكمل او تشوف بقية السؤال عود نفسك لما يكون في اعرف ايه? عشان ده هيسهلك كتير. هنا كام? طايمز وان تو سري. عشان انا ابقى جاهز لاي ايه بلاس اي معي ناس اي ملصف لاي? ابقى جاهز. وهنا برضو الوردر كام? وان تو سري. طايمز الوردر هنا الكولمن تو. طيب. هو عاوز ايه? يلا نشوف مع بعض. بقول لشيك زات. يعني تحقق ان الموضوع ده او زي بروف زات بالزبط. ان الاي بي اول باور اف تي. اكوالز بي باور اف تي. طايمز اي باور اف تي. يعني ايه الكلام ده? فكز بقى معي. انا يهمني هنا افهم السؤال الاول وبعد كده حل. يعني انا بزعل جدا من الطلبة اللي بتحاول تحل كده وهي يعني بتستهتر بفهم السؤال او بتتعامل مع السؤال كده يعني ايه? اه يعني بسرعة بتهور. لأ انا حب ان انت تفهم السؤال وتقرى كويس عشان تبقى عارف ايه التعامل معي يكون ازاي? طيب. السؤال هنا عاوز يقول لك ان الايه ملتبلاي البي لما اجي اعمل ملتبلاي بين التو ماتريكس دول? تمام? ومش كده وبس ده انا هعمل له يعني بعد ما اعمل بينهم هعمل له اتفقنا سوى ان بيبقى يعني بنبدل الصفوف بالاعمدة. طيب ده بالنسبة اللي هو الجزء اللي على الشمال. اما بالنسبة للجزء اللي على يمين? هيبقى عبارة عن البي باور اوف تي. يعني الماتريكس بي ديها تحجيب لها ترانسوبوز لوحدها. طايمز الايه باور اوف تي اللي هي ترانسوبوز لوحدها. واللي اتنين هتعمل بينهم عشان ما اتعقدش الامور وتاخدوا الامور ببساطة جديدة هناخدها ستيب باي ستيب خطوة خطوة. يبقى اول حاجة هنعمل ايه? هنمشي مع ونشوف سوى. اللي هو ايه بي. هجيبي الاول ايه بي واللي يطلق اعمله ترانسوبوز. بس ببساطة هي. بسطي لك الحكاية. يبقى احنا علشان نحل ما تنسليش لو سمحت اللوحات الارشادية اللي احنا سميناها كده اللي هي الاسهم دي. هتعملها ازاي? با اول حاجة هتجيب الاي بي. يعني الاي بي زي ما احنا شايفين. طبعا انا كاتب لك هنا الريزلت على طول. طب كاتبه لك ليه على طول? لان انا شرحت ازاي بنجيب الملتبلاينج في مسائل قبل كده. هقولها اورل دلوقتي شافه سريع. وانت برضو ايه? كنوع من يعني. يعني اول حاجة ده بنعمله ايه? بنعمله طايمز طب وبعد كده هو نفسه هتلاقي ان الاجابة هتطلع لك هو نفسه هيطلع لك طيب بعد كده بندخل في هنعمل له ايه? هنعمل له مع هيطلع لك وهو نفسه لما هنعمل له ده هيطلع لك ايه? يبقى اول حاجة انا عملتها ايه? عملت بتوين الاي والبي. وطبعا كان سهل ليه? او كان بوسيبول ليه? لان كان الهنة كانت مع الثري زي ما اتفقنا. وبالفعل او الماتريكس الجديدة لما طلعت تلعت اللي هي ده تشرح قبل كده زي ايه? ما احنا فاهمين. طيب اتفقنا ان بعد ما اعمل هعمل اللي هي ديت. يعني ايه برضو بفكرني? بعمل يعني الصف ده هيتحول الى عمود. والصف اللي بعده عمود. يبقى بتوين تو اه بتوين اللي هو خلاص. يبقى احنا كده جبنا يا جماعة? كده جبنا خليك فاكر ان ده عبارة عن اللي هو اللي انا كاتب عليه وان ده. طيب. بعد كده حضرتك بتجيب البي باوروفتي اللي واحدها ازاي? سهلة بقى. بنعمل ما بين الرو والكولمن اهو. اهو. النيجاتيف سري والناين اهي. والتو نيجاتيف ايت اهي. طب والاي باوروفتي برضو نفس الحكاية بتعمل هنا بتوين الرو والكولمن يبقى تو نيجاتيف وان وفور. وده حصل. سري والفايف والسيبن. وده حصل برضو. حضرتك بعد كده بتعمل بقى بينهم هتلاقي ان هيتطلع نفس ما هو اللي موجود قدامنا. تمام? اهو. وده حصل اهو. يعني بتعملهم ازاي اللوحة الارشادية اللي اتفقنا عليها. دي بيينها لكم شوية. اهي. فكر دايما كل ما بنعمل بتوين بنعمل الحركة اللي. طيب. وبعد ما عملناها طلع التو ده فعلا زي مع بعض. يعني هنا اللي هو طلعوا ايه وانا كده عملت اللي هو بالنسبة لي بروف زات. طيب فيه هنا اكتيفتي. هنحله مع بعض. وده يبقى اخر حاجة نقولها مع بعض النهاردة ان شاء الله. يلا نشوف المسألة اللي هي الاكتيفتي ديت. ونفهم اول السؤال. وبعد كده نحله مع بعض. يعني احنا هنجيب الاي. وهنجيب البي. وهنجيب السي. لاحز ان قبل ما احل عاوز اقول معلومة. دايما لما تشوف حضرتك في اي في الدنيا لازم تفهم ان احنا هنجيب اكويجان. هتقول لي اي اكويجان اقول لك يعني وبتوينهم بيبقى طيب معنا مسألة اه المسألة ديت هنفهمها وبعدين نشوف هنتعامل معها ازاي. المسألة بيقول لي اللي هما الاي والبي والسي عايزين نجيب بتاع كل واحدة فيهم. هنا عبارة عن اللي انتو شايفينهم. وال عبارة عن طيب. هنتعامل ازاي? افكرك ان احنا كنا بنعمل اللوحات الارشادية بتاعتنا. كده. هنقولها اورال بقى لان الموضوع طويل شوية. عندك هنا هيبقى يعني الصف ده في العمود ده. بعد ما بتخلصه بتدخل على اللي بعده. هتخلصه تشوف اللي بعده. والباقي نفس الكلام. هتاخد بقى كل اليمنت. كل اليمنت. هيبقى مع اللي هو ايه? طيب. هتلاقي ان الموضوع كده طويل قوي وكتير قوي. في اسهل من كده يا مستر? اه في اسهل بكتير. ايه هو بقى? هقول لك دلوقتي فكرتها وان شاء الله في وقت تاني هنعملها بالتفصيل. فكرتها باختصار شديد انت بتجيب الكالكوليتر. تمام? وبعد ما بتدخل بمود اللي هو في الالة بتاعتنا. او في مود اه عند الالات عند بعض الالات التانية. بتجيب الماتريكس الاولانية. بتحط الباليو بتاع كل واحدة فيهم. وبتجيب الماتريكس التانية بتاع كل واحدة فيهم. بتعمل بينهم ايه? تمام? ويبقى عندك مع الرايت هاند سايد. وسهلا خالص. تاخد كل ايليمنت ايكولز مع ويبقى عندك كم سريع? واحدة خاصة بالاي? واحدة خاصة بالبي? وواحدة خاصة بالسي. وبكده ان شاء الله نكون انتهينا مع بعض من الماتريسيز وتحياتي مستر هاني عبدال.